ترجمة نانسي قنقر موضوع الأمن الغذائي حقيقة أصبح اليوم يحظى باهتمام عالمي بسبب تدعية جائحة كورونا وحاجة جميع البلدان لتعزيز أمنها الغذائي لمواجهة المستقبل الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي تعتبر المظلة البرلمانية لهذا الموضوع الحيوي وتوقيعنا البروتوكول مع البرلمان العربي جاء لتكثيف الجهود البرلمانية العربية وتعزيز التعاون التشريعي وحنا اليوم طبعا في حاجة ماسة لمثل هذا التنسيق على أرفع المستويات وهناك توجد قصص نجاح ملهمة جديرة حقيقة بتعميمها والاستفادة منها في بلداننا العربية تشكيل التحالفات البرلمانية أصبح اليوم هو السبيل لتحقيق مزيد من الشراكات الناجحة لتحقيق الأهداف وتوقيعنا توقيع الشبكة مع البروتوكول التعاون مع البرلمان العربي إن شاء الله بيسهم بشكل كبير في دعم جهود البرلمان العربي لاستخدام الآليات البرلمانية الكفيلة بتعزيز الموارد لاستدامة نظم الغذاء وكذلك إطلاق المبادرات للتصدي للتحديات التي تواجه تحقيق الاتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي بالبلدان أما عن أبرز مضامين البروتوكول فهو يتضمن الخطوط العريضة لأوجه التعاون والتنسيق بين الشبكة البرلمانية والبرلمان العربي ومن أبرز بنودة إن الغاية من توقيع تنظيم الفعاليات المشتركة حول قضايا الأمن الغذائي وتعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو وإفاد والمنظمات المختصة نعم سعدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى ونائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي شكرا جزيلا لك